17 سنة مرت على دخول اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ شراكة لم تأتي بالفائدة الاقتصادية للبلاد فحسب خبراء فإنها غير متوازنة دعيين إلى ضرورة إعادة النظر في بنود الاتفاقية التي أسالت الكثير من الحبر خلت في 17 سنة تقريب 28 إلى 30 مليار دولار ما تخرج الخزينة وكان حكمنا حقوق الجمهورية نظرك اتفاقية اللي ما تستفاديش منها حنا نكي نصدروا النفط والغاز نمولوا الخزينة الأوروبوية لأن البترول والغاز كانت ديطاكس 50-60% من درائب اللي تدهم الحكومات باش يمولوا الخزينة التحق يعني احنا نباتوا مادة اللي تمول الخزينة واحنا نجيبوا مادة اللي تضعف الخزينة إعادة تقييم اتفاق الشراكة وفق مقاربة رابح رابح هو ما دعا إليه رئيس الجمهورية في عدة اجتماعات ويرى أهل الاختصاص أن الفرصة مناسبة جدا لإعادة تقييمها فأوراق قوية بيد الجزائر خاصة أمام تخبط الاتحاد الأوروبي في أزمة الطاقة فالجزائر اليوم في موقع قوة للتفاوض على شراكة مع الاتحاد الأوروبي وفق رابح رابح لأنه في السابق كانت هناك شراكة يعني الرابح فيها هو الأوروبا وكان الجزائر عبارة عن سوق وانتهى الأمر تتزود منه دول الأوروبية بالمواد الأولية وتبيع فيه فائد المنتوج أما اليوم فالجزائر أصبحت لديها دول استراتيجي وينظر إليها من قبل الاتحاد الأوروبي على أنها دولة محوارية ومصدر بديل للطاقة وبالتالي فلا يوجد أفضل من هذا الوقت للتفاوض خسائر الجزائر من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي كانت كبيرة حسب الخبراء مؤكدين أن التبادلات كانت تجارية محظى دون أي استثمارات الحل؟ هل أوروبا تدير الجزائر كشاريك أو كسوق؟ فورنيسر كليون أو بارتونار؟ وهو الطالب خاصة في رأيه هو اندماج الجزائر ما يسمى أروح وتستمر في الجزائر يبقى موقع الجزائر قوي للتفاوض مع الشريك الأوروبي لإعادة النظر في بنود الاتفاقية التي أثقلت كاهل الاقتصاد الوطني دون إنعاشه شجاعر شكرا شكرا اشتركوا في القناة